أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي الأولوية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية وخلال لقائه مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بحث وزير الخارجية الجهد التنموي الذي تقوم به مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في كافة المجالات كما أكد عبد العاطي على حرص مصر على الاستجابة للإحتياجات العاجلة للدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات من خلال إرسال خبراء وفنيين مصريين لدعم الدول الإفريقية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة